انطلاقا من أهداف التجمع الصحي الثاني بالرياض لتقديم خدمات صحية بجودة وكفاءة عالية فإن مسار خدمات الرعاية الصيدلانية في التجمع يهدف لتوفير رعاية صيدلانية مميزة للمرضى من خلال ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية أهداف المسار تتلخص في تحقيق الاستفادة المثلى من المستشفيات والمراكز الطبية في الارتقاء بجودة الخدمات الصيدلانية ضمان جودة وسلامة الخدمات الدوائية تحسين عملية تخصيص الموارد لتحقيق النتائج وتقديم الخدمات بشكل كافي ومنع الهدر واستدامة الرعاية الصيدلانية الشاملة تسخير التقنية والإنترنت والهاتف المحمول لتحسين وصول الخدمات الدوائية للمرضى تحقيق الشفافية في تقديم الرعاية الصيدلانية من خلال الجمع المنظم والإبلاغ الداخلي عن البيانات والنتائج وقياس معايير السلامة والجودة المراجعة المنتظمة لمنهجيات إدارة التغيير التي تتبناها خدمات الرعاية الصيدلانية عن طريق اللجان المرتبطة بها بهدف ضمان تعديل المنهجيات لتبقى مناسبة وفعالة ونزيهة مع تقدم العمل على التحول ترجمة نانسي قنقر